انتقل الى جوار ربه المرحوم يوسف الشيخ اترى حاددة سير بمنطقة الدرارغا وفاته رحمه الله تعيد الى ادهاننا فضيحة الفيديو الصوتي الذي كشف السطار عن تفاصيل علاقات مشبوهة بين بعض رجال الشرطة القضائية لاغادير ومروجي المخدرات هذا التشجيل الصوتي الذي وجد في موقع يوتيوب اداة لفضح من يرتشون من رجال السلطة مقابل غبض الطرف عن تجارة القنة بالهندي مما ادى للاستماع للعديد من مفتشي الشرطة والضباط ليسفر ذلك عن تنقيل الشرطيين وتجريدهما من سلاحهم الوظيفي بعد الفيديو الصوتي المذكور امس المرحوم الذي كان صديقا بالامس عدوا مطلوبا من طرف من تبت تورطهم في عمليات الارتشاء وتسلم مبالغ مالية دون سند قانوني بل وقد بلغ السيل الزبا حين تم اعتقال اخي المرحوم الذي لا تمته اي صلة بنشاطات اخيه الاصغر يوسف ليتم زجه بالسجن دون وجه حق وعليه فان حادثة السير التي راح ضحيتها يوسف الشيخ يرجح ان تكون عملية مضبرة بناء على ما تم نقله لنا من طرف شهود ايان كانوا بمكان الحادث يؤكدون لنا رؤيتهم لسيارة سوداء اللون من نوع جولف كان على متنها ثلاثة اشخاص تابعين للشرطة القضائية لاجادير ترجل منها واحد منهم ووصف لنا على انه طويل القامة ابيض البشرى وله علامة تميزه على مستوى الوجه ليقترب من الضحية ليتبين له بعد ذلك ان الامر يتعلق بالصير الثمين الذي لطالما تم البحث عنه ليعود بعد ذلك مسرعا لسيارته مشيرا لزملائه بان الامر الذي كان يقض مدجعهم قد قضي وولى الى غير رجعة لتتوارى السيارة بعد ذلك عن الانظار يروي لنا شهود ايان وعليه فان اقوال الشهود وحالة مكان الحادث وتواجد رجال الشرطة في منطقة خارج عن صلاحياتهم يدفعنا لطرح اكتر من تساؤل اهي حادثة سير حقيقية ام ان الامر اكبر من ذلك ويتعلق بتصفية جسدية متعمدة ان من حق اي متهم ان يعامل معاملة حسنة وانسانية ذلك بهدف صون كرامته وسلامته البدنية والعقلية معا وهو الواجب الملقى على عاتق الدولة وهذا ما صادق عليه المغرب من مواثيق ذولية واقليمية وهو ما حتت عليه الشرطة القضائية في معاملة المتهمين والسجناء والمتهم يبقى بريئا الى حين تبوت ادانته والمحكمة هي الوحيدة التي لها صلاحية تجريم او براءة متهمين ما لكن الحالة التي وجد فيها المرهوم بقسم الانعاش كانت عكس ذلك اذ وجد مكبلا بالاصفاض اصفاض بقيت اثارها حول معصميه ولو بعد الوفاة وعليها ففي القادم من الايام سيتم الفصح عن تسجيلات صوتية اخرى واوراق تثبت تسلم بعض الاشخاص لمبالغ مالية معينة مما سيعجل بسقوط بعض اوجه الامن بمنطقة تيكيوين الذين يعتبرون مخافر الشرطة ملكا لهم ويطبقون القانون على سجيتهم وبناء عليه فاننا ما زلنا نطمع في صدق ونزاهة الاجهزة الامنية اميلين ان يتم فتح تحقيق شفاف ومحايد في النازلة حتى تظهر الحقيقة جلية للناظرين ويتم تطبيق القانون ومعاقبة الجنات